وقت اللي بده يدير دانت الطرشة بديرة وقت اللي بده يوصل لقبر بيقدر يحكيه على التليفون مع يعني الراحل باسكال سليمين رجع الخوف الأمنى هو اليوم يعتبر الأكثر قوة عند المسيحية ممكن كو حزب الله عم بيقتل فيك تقتل اثنان ثلاثة بترعبهم بترعب المنطقة خلاص هلأ ما حدا كان قديس بالحرب في شيء عملته بالحرب بتقول بخجى اليوم أني عملته فوتنا بحرب مسيحية ده مرة لمية سنة لقدام بتخيف يصير في حرب جديد في لبنان عندك الإمام موسى الصدر يعني أنا إذا بيقدر إلي هلأ بعمله قديس أنا قلت لهم جيبوا لي بشير الجميل هلأ برجع بوقف ضدكم مسكن راسي منه ومن تصرفات جبران سيد جوزافي اخر مرة كنت معي بحلقة على الام تيفي عملت قصة طويلة عريضة وقوامت لقيامي حكيت عن الطايفي الشعية وصار في ردة فعل ورجعت عملت توضيح واعتزار قطعت القصة خلصيت قطعت لأنه يعني أنا خاني التعبير يعني مش إنه مقصودي يعني في ناس اعتبروا خانك التعبير في ناس اعتبروا إنك يمكن قلت أكتر وقت بتكون فيه صادق قلت اللي بتفكر فيه كل واحد شو بريحه أعتبر بس أنا قلت لك يعني شو الموضوع لأنه أنا مش قصدي يعني كان الإهانة بمعنى المعيشة يعني والحياة العادية اللي فيها يعني إيمان وصلاة وكذا أنت عم تحكي عن اختلاف السقافة والاجتماع صحيح مش عم بحكي عن غير شي أنا اللي بدو يعطب رأى ما تحكي للأستاذ زاني أنه يعني يعطب رأى هاك أو هاك بترع لقلهم بس أنا معروف يعني ما عندي مشكل مع حدا مع أي طايفي في لبنان يعني ما عندي مشكل بس أصدقاءك المطايفي الشعية ما عتبوك لا والله أصدق لك ما مصدق كلهم تلفنوا ويتحكوا يعني عم يتحكوا من بعدها لتقت مع أشخاص من حركة أمل عادي عادي رئيس بريطانيا وما كان عيده تاني يوم عيضته قلت له عبار مئة وست سنين لا مئة وستة ما في ستة راحوا من العمر نهاك هاك لهو بيعرف لاش راحوا هاو دي ست سنين العهد إذا بدك العهد الأول بائد هاو دي راحوا ما شي يعني راحوا عم نتأمل إذا بيعمل جبراء رئيس جمهورية يعني ونهارت مؤسسات الدولة كلها وآخر شي خطمناها بس ستة روتار لذلك يعني قلنا له عبال مئة وست سنين سعالي لشو ست سنين قلت له هاو هاي تاني يوم يعني شو قال لك بس قلت له ماشي بتاع الفرئيس بري الفرئيس بري بي يعني وقت البده يدير دانت الطرشة بيديره وقت البده يوصل القبر بيقدر يحكي على التليفون وغير التليفون يعني عنده ما يكفيه من الحنكة السياسية والزكاة والمواقف وكل شاي قال لي لي قال لي مش الحال انت الشخص اول شي عندك خلفية امنية ويقال انه هيك عندك توجس امنى دايم كان في فترة من المراحل كان معك مرافقة امنية اليوم عم تمشي بلا مرافقة بعد اللي صار مع الراحل باسكال سلامين رجع الخوف الامنى انا السيد زاني انا كل ما يشتد الخطر علي كل ما بمشي وحدي يعني انا بعرف انه اذا واحد ناويني قطلوه اذا بيكون معه اتنين تلاتين ساعتها بيكبروا المحشاية بمثلو نفس كيف بروحوا معه فرق املي اول شيء وبتاني شيء بصيروا يفكروا فيه اكتر كيف طريقة اغتياله وبصيروا يهتموا اكتر باغتياله طالما بمشي معه امنيين اذا هو يحمل ما لا يجب ان يحمله هاي بعلم الاستخبارات اهم شيء واحد يكون علاقاته مع الكل جيدة بصير المصدر او العميل اللي زي اليوم يكن الاستغناء عنه بصير كلهم يحبوه كلهم يتعاملوا معه هلأ هاي الطريقة اللي بتعتمدها لا لا مش هيك بس في عندك مثلا مسؤولين سياسيين بلبنان هاودي ما بيقتلون لانه كلهم يتعاملوا معهم كلهم بيعطوهم بصيروا حاجة بصيروا حاجة وما في مبرر لعطلهم لانه تقتلهم ما فيش حدا يحل بدالهم انا مش منطلق من هاك انا صحيح دارس هذا الموضوع ودارسه علم يعني ولكن ماني بحاجة يمشي حدا معي انا ما عندي اعداء صحيح عندي بعض الاخصام يلي بينتقدوني بيسبوني وبسبوني بس انا ما عندي اعداء يعني لا انا ولا حدا يعني ما عنا اعداء وانا بقدر حول عدوي يعني بخمسة ايه الى صديق لانه وعندي الامكانية وعندي الطريقة وعندي الوسائل اللي بقدر اعملها بس انا يعني انا بوقت امتى بكون الرجل او الشخص مقبيلي اكيد حضرتك صديقة عزيز وغالي بكون شخص مقبيلي عدو وامتى انا بوقت امتى بعمله يطلع من تيابه وانا ترد علي امتى بعمله ياخد الامور بضحك وامتى بعمله صديق فيكتار انتقدوا ردة فعل القوات اللبنانية على مقتل خطف ثم مقتل باسكال السامان فيه اعتبروا البعض عم بيستغلة وفيه البعض اعتبروا انه لا مطلوب من القوات اكتر كيف نظرتك لتعامل حزب اللوات البنية مع هالحادث شوف استاذ داني اليوم اول شيء تناخد الله يرحم سيد باسكال سليمان يعني اول شيء نتوجه لزوجته ولاده اهله حزب القوات البنانية دكتور سامير جعجع القياديين بالقوات الشبات والشبان يعني تعرف انا باساسا هاك كنا في مرحلة طويلة من مؤسسين القوات نتوجه لهم بأحر التعازي ومنقول ان شاء الله تكون مثل ما قالت زوجته المحترمة يعني المسيح قام الله يرحمه ان شاء الله نفسه بالسماء شوف في الوضع القوات اللبنانية وضع كتير دقيق مع هلا هو اليوم يعتبر الاكثر قوة عند المسيحيين هو يعتبر العصب المسيحي والعصب معه في معه بعض اخواننا الشيعة المستقلين يعني ليسوا شو بغيره بحزب الله يعني هو ياخدهم بعين النظر سمير جعجع اليوم اذا بدوا يقولوا ان الشباب انزلوا على الأرض ضد مين ما ينزلوا حزب الله حزب الله هني ما نزلوا ضد حزب الله هني نزلوا ضد السوريين ضد السوريين المارئين على الطريق وضد السوريين اللي مش اللي عم يشتغلوا ضد السوريين اللي جايين بسيارات معه النمرة سورية يعني هوا معهم حق بنزين ومعهم مصالي وجايين على لبنان يعني مفتكر حس فيها وقالهم سحبه الشغلة الثالثة هو كمان هلأ العطف كله حولاها في يعني هو ضحية يعني هذا السشهاد بسكال سلامان هو يعطي القوات زريعة أنه هني ضحية التقطيل من الشهيد ليست الحسروني إلى متشبهين الحدستان ليست حسروني وبسكال سلامان أو لا ما قالوا على بعض بالقاتل ملا في قاتل اي اوكي بس في قاتل أنا أحكي من ناحية القاتل بس من ناحية المنطقة لا تختلف كلية والدوافع الدوافع دوافع ماني عارف أنا ما ما طلع بقصة بسكال بعد فيه تحيئات بعد بشمر بقصة ليس حسروني ما فيه شي كيف قضية طويلة عريضة عملية قاتل ما عندنا سمعنا عنها شي ما فيه ملاف ما فيه تحيئات ما فيه شي كمان هيدا بيطرع عالم تسفين مشان هيك كل جريمة بنشوفها ضغري توجع صعب الاعتهم لحزب الله لو حزب الله ما له علاقة وبين بإخر أقله الهلا وبين ما له علاقة بموضوع بسكال صحيح بس بموضوع اللي سحسروني دايما فيه أصعب الاعتهم توجه لحزب الله وحيا لجريمة بالبلد توجه الاعتهمات السياسية لحزب الله نعم فهذا مش جاية هيك عن عبث هي استاذ داني عم سيئب الموضوع انه كل العمين قتلوا عم يكونوا على عداية مع حزب الله وعم يكونوا اما شات مين حزب الله هلأ شو أنا عم كون مع حزب الله إذا عم بيقتل حاش بيعرف بس ممكن يكون ممكن يكون حزب الله عم بيقتل حقيقة دا حزب عم بيقتل إسرائيل يعني مش اللي يس حصلوني شو بيشكل بمعادلة معادلة إسرائيل بعلم الأمن والاستخبارات بس يكون في منطقة ريئة ومرتاحة وكل شي إذا كان فيه شاكك بعملة وما عندك وما عندك الإدراع أنه تثبت عليهم وما عندك الإدراع أنه تسحبهم أو حوالة تسحبهم تحياق معهم وما قدرت تقتلهم يعني يعني بأول شي تاني شي أكيد ما فينا نتهم بشكل مباشر عندك عندك علامة أنه ممكن حزب الله متورد بأتل إيس الحسروني لا لا فرقنا ما أقول إيس الحسروني حزب الله عم بيقتل إسرائيل عم بيقتل المصاد عم بيقتل حزب الله لقمان سليم ما بعرف لقمان سليم كمان الله يرحم ولقمان سليم كان كتير إسيا أنا حضرته مرتين ثلاثة على وسائل الإعلام العربية وحضرت مقاطع لقلو على اليوتيوب عم يدعي الإسرائيلي يضرب بيقتل حزب الله وكسب لقمان سليم يختلف فضعه عن ممكن يكون حزب الله قتل ما بعرف أكيد ما فينا نجزهم حتى مش ممكن أنا أشك وإتهم لأنه ما علي حق بس اليوم إذا منطقة ريئة كتير وما فيك توصلى وكذا فيك تقتل فيك تقتل اثنين ثلاثة بترعبهم بترعب المنطقة خلص بترجع العالم بتفوق عليك أنه أنت أنت الأساس هيك كنتوا تعاملوا بفترة الحرب لا لحما نقتل المدنية كنا أبدا نحن نحن في الجبهات نحن كنا غير وضع نفذت عمليات اغتيال لا بس كنت على علم بعمليات اغتيال قبل لا لا كمان لا لا كنت تتصلعوا بالقوات بالحرب أنا كنت صلي ايه أنا كنت صلي وصوم كمان بس هيدا الهاجس الأمن اللي عندك هيدا شو من علاقتك بإليحباقة أنا أول ما زلت على المجلس الحربي سنة سبعة وسبعين بأولة نتعرف نظفنا المجلس الحربي وكان بعضه جتة بناء أدمين وحيوانات وكذا كان في مستشفى داران حدو ضبطنا كله عساس كان نعملو مركز قوة النظامية الرئيسي المجلس الحرب الكتائبي بعد فترة يعني مشينا وكان أجل الأشكى هو أعمل رئيس غرفة العمليات وبعدين رئيس الشعب الثالث بعدين رئيس جاز الأمن كان قابة وتنجي رئيس الشعب الثاني بعدين غيروه يعني بدغري ما طول أنا كلها المرحلة كنت فيها طحت وكنت كانت عمل غير الصلاة والصلاة كانت معطوني بريدي ططو قائد السلاح المدفعية أنا كنت كل شيء مدفعية يعني كنت ضابط على خلفة عمليات يعني كان النقاط نحن والإرحمة العماد براهيم طنوس وكيفي هؤل المجموعات كلهم بالجامة زيرو يعني كنت من الأساس أنا اللي بدي أقولك هي أنه هذيك المرحلة كانت مرحلة عم نأسس للقوات اللبنانية اللي منا لا كتائب ولا أحرار ولا شيء ولا شيء بس نحن كنا كتائب هلأ صار في مشاكل مع الأحرار وكذا يعني صار في كتير قصص بس صار فيه مجزرتين رئيسيتين يعني أو ثلاثة إذا بدك الصفرة وال وال شو اسمها واهدين وصفرة وشتيلة أنا ما شاركت فيهم أنا كنت رئيس جهاز أمن المتر أكيد كنت على علم فيهم هي أكيد بثلاثتهم إيه أنا كنت رئيس جهاز أمن المتن هلأ أهدين صفرة معروفين صفرة وشتيلة بعد في كتير كلام حوله مين العطاقة مرفية مين نفذ أريال شارون أريال شارون دار إليح باية كان معه بس إنه كان القائد العملية أريال شارون وصعد حداد من جنوب جاء صعد حداد وعسكروا هني اللي عملوا العملية وكان أنا شو كان موقعي ومطرحي وقت نتقب الشيخ بشير كنت حدوا من مكتب أنا طلعنا أمننا بكفية بناء على طلب الرئيس اللي أشكاه اللي أحبا منه نبقى فوق حتى من بعد هذا الشهاد وحطينا الناس على المقبرة وبيت أنا في بيت شيخ بير يعني صار يجي يعزوا بس أجي وهيب الفاضل من قبل الرئيس حافظ الأسد أجي طلع المكافحة أجيبوه بندور الشوار وإجيوه أجي كتير ناس أجي شارون اللي عنده على البيت عزة أنا كنت موجود يعني شايف شارون يعني اي شايفه شايفه بس مني حيكي معه شايف موشا أرينز كمان مجلس حربة شايفهم كلهم أجوي على لبنان يعني منه معروف هل عملت هالنقلة من حزب كان على علاقة علنية أنا ما عندي علاقة معه لا تنتمي لحزب عنده علاقة مع أصري ما رحت عاصم يا بس أجي خبر بي أنا الله يرحمه بي معروف مؤسس من المؤسسية أصبت تكريم شوالاء لبنان وبي عروبة وكذا شفت شارون أو يجن كان يغط شو عم تشوف عزرت إسرائيل والمرة لا مرت عسرائيل الحمد لله كيف صرت به المقلب التاني صديق لسوريا خبرك أنا الموضوع أنه أنا ما عندي علاقة مع إسرائيل بس كيفي أنا بطلع عسوريا راسي مرتاح بروح الدول العربية ما عندي علاقة ما نشاغل آمن معه اللي عم يشتغل آمن كان الأشكى أكرم الله يرحمه تانيتهم الله يرحمه بيرزق يعني صوروا للشاكل يستخزن يعني هؤل هؤلوا يشتغلوا هؤلوا اللي كانوا مع علاقة مع إسرائيل العلاقة مع إليحبائقه هي لخلتك هاي دائما الهجة الأمنة وبتاعتها الهم الأمن السيد الزاني آه أنا معه بس أطلع أنا بسيارته كون معه أكيد حدا يسألوا وقعد قدامه كون أنا يقعد ورا يعني ما فيك مع إليحبائقه ما قتل إليحبائقه والله الحقيقة ما بعرف بس إليحبائقه وقعد إجت لعنده إجوا مجلس شيوخ من بلجيكا وقالوا أنا رايح جمعة الجي اتخذ قرار بقتله وقعد وهيدي كانت غلطه أنه قالوا أنا رايح أشهد معكم ضد شارون ملجلة كهان أخذت الكل على إسرائيل أخذت طوطوني بريدي أخذت فادي فريم أخذت إليحبائقه وتبين أنه إليحبائقه آخر من هو مسؤول بقضية صبره شرطيلا لأنه شارون هو الأساس يعني وشفنا شارون كان مجرم يعني مش أنه هلأ ما حدا كان قديس بالحرب بس أنا في شيء عملته بالحرب بتقول بخجة اليوم أني عملته أنا مشكلتي يعني ما ما عمل شيء عاطل بالحرب أنا كنت عم دفع يعني أنا وقت بيحكي آسو أسعد شفت وقبصير يقول أنا بعتذروا بوص أيهدي وكذا خير نحن يا أسعد كنا عم دفع عن حالنا شو نحن كنا عم نهجم على على الشوف كان هني هجموا على الدمور شو نحن عم نهجم عبقالبك هني هجموا على دير الأحمر شو لعورة هجمت على البقاع ما هني هجموا على العورة يعني نحن كنا عم ندفع بس بها المناطق اللي أنتو كنتو عم نحن إيطلنا فيها إيه بس هال المناطق اللي كانوا عم يهجموكم مننا اليوم صار عندك أصدقاء فيها أكيد بقنا بقلهم بمكان ما بمرحلة ما كنت أعرب للسياسة معهم على المنطقة اللي كنت دافع عنها أكيد تعرف ليه لأنه ده المنطقة اللي هم دافع عنها منطقة أصبح فيه أصبحت يعني نتيجة التقبيص اللي حاصل فيها ما عاش فيه إلى توجه نحن يعني أنا كنت ضد إليحباية أخوين أنه كيف تروع كيف يبقى تفل طلالة بدي تفل ما بدي أبقى هون يعني أنا رحت ما مشيت مع التفاق السوليسي ما كان راكب برأسنا كنت مع حرب التحرير مثلا مع ميشيل عون إي إذا أقل لك أولا يعني ما أشتغل شك يعني ما ما كنتش محمس لأنه أنا طلعت نمت عند إليحباية ثلاث أربعة أيام مزحلة الله يرحمه سامير يونس الشباب كلهم وقت كان فتح طريق طريق بولونيا يعني وأنا بوسق فيه يعني طلعت نمت عنده وجعلت جيت وجعل يجتمع هو إجا اجتمع فيه لجنرال عون بعبده بس جنرال عون بدي أعمل رئيس جمهورية يعني عطيه ثلاث أربعة وزراء وعطيه وعطيه ما كان يقبل نحنا كنا شفنا أخطاء جنرال عون شفنا تطلعات وكان يطرح الشيخ بشير جميل يعني وقت الرئيس بشير جميل طرح هالطروحات إجا مش هلعون يطرحها طب أنا كيف رحكم معه طبيعية رحكم معه حرب المسومية حرب الإلغاء كنت معه أنا كنت مع مش هلعون كنت مع مش هلعون بس هاي دي الشغلة يعني تندم عليا باندم عليا أكيد لأنه فوتنا بحرب مسيحية ده مرة لمية سنة لقدام يعني كيف كان ركب برأسنا أنه نحنا قداش يعني كنا ما شاشعين أنه نحنا لازم نخلص من القوات اللي أنا كنت فيها نخلص من القوات طي نترك أمل وحزب الله ما كانش في حزب الله أمل والأومي وكذا وغيره واشتراكي واشتراكي وكلهم كلهم متركين يعني والبعثي وكذا كيف نخلص يعني كيف هاي دي الشغلة الغلط يعني مين تبه لهاي رئيس حسين الحسيني الله يرحمه وكلهم صاروا يعني صارخوا نحنا ما كنا نقشعون على كتة نواب الموارني المستقلين يعني سيد عوقيوس باقص جبران طو وهو هاو كت أنا بالمتن وقات كنت رئيس إزئام المتن هاو كتت اتنصت عليهم أنا وقات كان يجتمعوا بجداد كتت عنا تنصت عليهم ومرئابين من قابلنا يعني لماذا كنتم تنصي طلبهم؟ هذا طلب لأنهم تكاتل ماروني والشيخ بشير لا مش هك هني كانوا ضد الأحزاب كلها وكانوا أوادم يعني أوادم هني وعيالهم يشوفونا ويرحبوا فينا ولكن هني هني منهم حزبيين منهم ميليشيوية كانت الحلقة محترمة معهم بعدين أنا قلت له لأستاذ أوجيس نحنا الله يرحمه قلت له لك هذا المكتب هون كنا حطين فيه تنصت نسمعك صار يضحك قال لي أشو بتعملوا كل شي بزمانات كمان مونسونيور ألبير خريش قلت له وعدل بنطلع بكركي بدأنا نجيبك مفعال ممزح معه أنا صاحب كان قال لي أنتوا بتعملوا ولا شائمي ولا نموس يعني كنا ممزح أنا وياك كان صاحبنا كان فيه فترة يعني كيف بدي أقلك ناس تحمل بعض أكتر من هلأ هلأ نحنا بأسبوع ذكرى 13 نسان ذكرى ندليع الحرب بتخيف يصير في حرب جديد بلبنان بخيف على الولاد جديد على الجيل الجديد شو بدي يعمل فيه ناس محمسة لهالحرب من الجيل الجديد لا غلطانين بيكونوا غلطانين أنا برأيي إذا لا سمح الله ما لقوا يعني ما لقوا طريقة ليحلوا مشكلة لبنان خلاص يعملوا فدرالية يعملوا لامركزية موسعة يرايحوا رأسهم خلاص أنت مع الفدرالية أنا مع اللامركزية الموسعة موسعة الآخر خلاص يعني جيش واحد عملة واحدة خلاص كل واحد بيحمي منطقته والعملة هي زي هيا منطقة بتعود ساعتها أنا المتنو أنا المسيحية منطقته عملنا قصة معك على هيا منطقة منقعد وقت ترجعت عيدة تبي ترجعت عيدة للقصة لا ما بعيدة هادي أنا أنا حكيتها قلتلك خلني التعبير يعني بمعنى أنه سيد جوزيف أنت ما قلت كلمة قلت لا أنت قلتلي يا أسزامي لا أنت قلتلي لا ما تحمل المسؤولية لا أنت سألتني أنت قلتلي ما فيك تعيش قلتلي لا ما في يعيش وشرح تقول لك في ناس بيقولوا ما بيشبهونا أنت مع النظرية ما بيشبهونا لا مش ما بيشبهونا يعني ما بيشبهونا لش بس تكون قاعدة أنتوا إياهن وعم تشرب شاي كان حضرتك أو أنا وقال في خير ماشي لهم لسمع بيشبهونا أوكي هو الفئة لا فيشبهونا كمان بيقولك مش عايش بك فيلم البلد نحنا قوية واحنا ما نحارب ونحنا ما نقص في القايد مش عايش بك فيلم فيه النصريتان بقلك شغلي ما في حدا قوة من حزب الكتائب اكان لك منصر ما في حدا قوة من ناس العرفات أبو عمر لك منصر يعني ما في حدا بيظل قوي عاية القوة يعني القوة ربنا بيعطيها الكلام عبتقوله بشكل مباشر لحزب الله. اكيد لحزب الله ولحزب الكتائب ولكل الاحزاب ولكلهم. في حدا كان اقوى من من سوريا ما فيه. يعني الحلف الاطلس هوينه مكسر عبو اوكرانيا. ما فيه. عم يصرخ زيلانسكي يعطوني سلاح راح تروح علي. عم يقترفين يعني مع حدا. القصة مش هيك. باللبنان القصة ما بتصير هيك. باللبنان طالما في حدا بيقول لا. طايفي بتقول لا. طايفي بتجير طايفي تانية. بتجير طايفي تالتي. يعني انا علي رحمه الرئيس رفيق الحريري. انا مسلمهم بالواحد واثمانين تالفان للشيخ بشير. كنت مسلم التحقيق ببيروت بجهاز الامن. تالفان للشيخ بشير مطاور ربيتش. قال لي جيل عندك شخص اسمه رفيق الحريري. برك سلمه فلان وفلان وفلان. شو ناس موقفين. موقفين عنا كان. من سنين بيروت. بقى قلت له اوكي بس خليني بس نجاهزهم. انا خفت ليكونوا مضربين او شيء. رجاء اللي كبار بالعمر بس لهم فترة ما وقفين. بقى اجا ومعهم مرسلس اتنين بس معه واحدة طنبونية امريكاني هاك صودة اربعمية وخمسين. سلمتهم اول مرة كنت شوفوا ومعدين ما قد شفتوا بحياتي. كان يدفع مصاري للقوات بالحرب. ما بعرك بس انو تيتالفين شاك بشير من تبرج ربيتش. كان بايام صيف يعني. وصلموا سلمتوا هني. وصاروا راحوا ع بيروت. وصاروا يطالفوا مع المجلس يصالوا عني تقولوا لي مرحبا. يعني انا كنت عملوا منيح. يعني طبعي بحاقي مع واحد. بس بحاقي بالحرب يعني قليلتا يطلع صاغ من تحت اليداء. تكتب لا مانع. لا مانع يعني خلص شو لا مانع. لا مانع من التسويحي يعني شو. هو واضح لصة. عم تحكي انت بجهاز امن. عم تقاتل ابو الهول وابو الوليد وامن السبتعش ومخابرات السورية. ما في مزح. في ناس ماتوا تحت ايديك بالتحية. انا بالتحية لا. لا لا. ما كنت قبل. ما كنت قبل. ما ما قبل. انا اكتر شي كافية. كانت بشعة هالحرب. الحرب كتير قذرة. الحرب اللبنانية قذرة كتير كانت. لانه نحنا مشكلتنا كانت مع الفلسطيني. يعني يعني مشكلتك ما كانت مع اللبناني التاني. كان فيه الله يرحمه كمال بيك هو متزعم. كمال بيك جنبلوت. المرة. وما يسر عرفات. بس كانت الفصائل الاخرى كلها ما. ايه بس بهالحرب. الشيعة قتل الشيعة والسنة قتل السنة. ايه بعدين. بعدين. بعدين يعني عندك الامام موسى الصدر. يعني انا اذا بيقدر لأيه. هذا بعمل وقديس يعني. تصور انه جاي من بعلبك على دار الاحمر اوبص عليا. اوبص عليا. جاي ع دائر الاحمر ليطمنوا لدار الاحمر. لأنه يجب من بعلبك على دار الاحمر. من اعاط على دار الاحمر. قالوا من يطلق رصاصة على دار الاحمر كمن يطلقها على رأسي وعلى نحري على صدري. وعلى عمامتي. يعني هذا ما بتلاقي شخصية مثله. انا بقول كرميل هيكي. اختفى وانقتل. وانقتف. نعم. نقتل. اكيد نقتل. أكيد بس بدون يعرفه وين مصيره مش معروف وين مصيره اليوم كمان قتل باسكال سامير جعلت وعية الحديث هذا اللي بيختفي وبيجع بيبين على النسحين السوريين هالقضية كيف أنا بتعرفني أنا موقفة كثير سلبة من قضية النسحين السوريين كمان كيف موقفك هالقضة سلبة وبتطلع على سوريا وعندك استقاءة بسوريا أنا بسوريا بطلع لعندن أنا الشيخ بشير ما حدا بيجيب سيرته والعاطل قدامه اللي بيعرفوني أنا وأنا بحبه أنا قلت لهم جيبوا لي بشير جميل هلأ برجع بوقف ضدكم ما فيه أو شو معرف بوقف ضدكم لا لأن تدخلات شو بدون فيك بسوريا هل أنت متحملين هكتا بيسيروك تا بيدعوك أنا شو بدون فيه بسوريا أصدقائي بسوريا وأنا صاحبي صاحب ما بترك صاحبي وصداءة محترمة مع السوريين أنا لا بيشتري ولا ببيع سلا بعدك عم تطلع سوريا قليل قليل بس على التليفون بيحكي عنوين أصحابي ومسلا هلأ مثل عيد بطر السعيد إن شاء الله بنعيد على الجميع بس مثلا كان اللي بعيدة أطلع كون أول واحد فوق عم عيد والتعب كتير لبنانية مش كتير يعني ثلاثة أرمى بقى مثل مين بعدين بقى لك هلأ مثلا ما عد فيه ما عد عم بطلع عارف كيف لا عم تطلع ولا عم تطلع بحدا إذا طلعت كمان تعرف شو هني اليوم هاول كانوا عم يطلعوا لفوق صاروا عم يزلوا أحار تحراك صاروا عم يروحوا عند الحزب أقرب أنا أنا لا تزال صدقاتي مع الكل هي ذاتها ما تغيرت ولا أنت تغير ما بتتغير فيه إفادة مادية من العالم لا معنا لاش بالدنيا لا ما بخسروا شيء الحمد لله ما بخسر حدا لا من الحزب الله ولا من السورية ما عندي أنا موازنة غيري عنده موازنة أنا ما عندي موازنة الحمد لله يعني بروحوا وهم مكان ما عارضوا عليك مرفقين الحزب الله ولا مرة ملا مرات كتير مرة هم بقاوصوا بالعائلة يجصصها بزيد السيارة تقلولي شو بدا عطول بيعرضوا علي أنا ما بدي شو أنا تعرف شو تعرف الإنسان شو بيحميه عقلاته ودماغه تفكيره ولسانه إذا عارف كيف يشتغل أنا لساني صليت بس أنا بعرف يعني إنه إذا غلطت صلها غلطة بس أنا ما بغلط مع حدا مش مش هالعون ومش برامباسيل هني ما بدون يهني في الليت سبوني سببايتون مالك هيك صراحة لا 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 عمل لك صراحة هني ما بدون ما بدون حدا بسمي مش أنت بلاش بالساب ما بدون حدا ما بدون حدا لا هني بلاشوا ما بدون حدا ولو أنا ما بدي أرجع للفترة هذه بس أنا بالنسبة لكل العالم بالنسبة لكل العالم هلأ مثلا مدفع عن كتير ناس خليجيين أصحابي على تويتر خليجيين يعني أنا بشو صرت زلمتون وبضمنون يعني أنا إذا عندك حدا بيدفع منيح بكذا تنشت كل معه خي بنعمل وكيله نعم أعطينا رقمه أعطينا رقمه قالوا هايدي يقرق بايتها سو سو ولاد ميق كيف تشلح هيك وكيف تعمل هايدي هايدي كيف تتصرف كذا هي يقرشيون قالوا هون بايتها هون بايتها نوع 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 خليجي önemول فيặ موضوع الأمن كمان هايدي بمكان ما بيأثر حياتك شخصي يعني تعرفت على زوجتك هللا بجريد الديار بقيته أربع سنين مبعد ڤا ها صنين مشوية بدون ما أحدني يعرف في جريدي أبدا أربع سنين مبعد قلت له هاك قلت له أنا هاك عزمته مرة جاني عزيمي يعني من شاب صديقي وزوجته قلت له أنا عزمته قلت له إذا بتحبيه درقم تاليفوني قال أوكي خليني فكر وبعدها قلت لي أوكي بعدها سألتني قلت لي وظهرت أنوها 24 أظهرت أنوها ما حدا يعرف بس ليه ما بحب أنا ما بحب علاقة يعني ما بحب حدا يكون في مثلا شو بحكي أنا وياك ما بحب حدا يعرف يعني هادي طبيعتي هيك ربيت يعني مش إنو شي إنو قبصني أو شي لا بس ليش تعرفوا يعني هاي علاقة بيني وبينك هاي مش علاقة بيني وبين صاحب مؤسسي أو بيني وبين محكمي بس ليه في زميلات كتار كانوا بالديار وأكيد بحياتك ليومية بتلتقيهم ليه هلا ليه خطرت هلا هي عجبتني عجبتني وأنا رأبتها حوالا السنة ما بتحكي ما بتحكي مع حدا ما عامل عقلي عامل الأمن لا عقلتني عليك لا عقلي عقلي وأصحابي وأخواتي مايا وشورة خاصة مايا وتمام كمان بس مايا أكتر منيحة البنت ممتازة كانت وعقلي وأهلها كتير محبين مرتبين وكويت لي مثل حضرتك بقى جوازتوا بسبت المرفع كمان صحيح جوازنا سبت المرفع جبت الجمعة سبت جوازنا عرفوا تنين بجريدي ما أحد أعرف بس أنا قلت كتير لناس يعني أصحابي ما عارفين المنصفين ما نوع عارفين والإعلاميين والإعلاميات بقى وهك هذا اللي صار يعني والحمد لله اليوم إذا أنت حدا بالحياة اليومية صعب كرجل صعب شو الأصعب شي بإيه شو أصعب شي عندك كرجل أنا قوليتي يعني مثلا أنا روح تنقل بها القهوة ما في روحي فلين بدي يمر أصوبك خي أنا عندي شغل هلا ما بدي بدي خلص شغلي ما أنا عندي استشارة لكذا محل بلبنان وبراط لبنان عندي شغل يعني بيجي واحد بتلفن لك مارئ أصوبك خي أنا مش متطلب بالبيت لا بالبيت ما بيسأل أنا بالبيت الدنيا بيعملوه أكتر أطيب واحد أنا بالبيت ما بيسأل أبدا كان هلا والولاد يعني كثير يعني بس يو قال إنك شوي يعني هلا بتشد الحبل وأنت بتترخي مع الولاد مع الولاد مع أنه عادة بيكون العكس صحيح معنا هاتك كثير لا أنا بالولاد شو بيقولولي ما في لأ ما بالولاد أبدا ما بيقدر إنه لأ وعندي بنتي مارية ما بيقدر إنه لأ بشي بالمرة يعني إذا بتظهر السعر بذات الوقت بس بذات الوقت ما لك حدا اللي بيخد جو بيقصله شعره بيخد مارية على برزة بيش طالعي معي بالسيارة ولادي ما بيطلعوا معي يعني قليل قليل كتير كتير ما أيا بروح أنا هلا هي بتهتم بكل شي بتدريسهم بيعلمهم بتيابهم بتيابي مارية كثرتها الإعداء وجبارتك تخذها مع سيدالية تفتل مزبوط 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 يا خي يا سيد زاني أنا عندي نقطة ضعفة عمرية وبس تجي على البيت خلاص يعني بتطلب قال أما مش عم تقبل تبخش لدينتها بقضل الفنت للصادلية صاحب صديقنا مجاك قلنا له قال لي أنا بنتي تقول له إذا كان ما في شي قال لي لا تقول له بتنوجه قال لقيت قلت له لا بتنوجه أنا ما بدي أوجه ما فيك تحطي لها بنج قال لي لا يا ولو كيف رحنا تصاري يضحك علي وامت أنا قلت له أتي إيه بنوجه شو فيها قلت له بركي إن وجعت إلا لا ما بنوجه كري في إيتي عمله هنا طلعت هي عملتها أول واحدة بالصف أخذت لعنده وبخشت بخشين وإما شايفت جانت شو عملت بالبنت قلت له يا عم هي بدها هاك إذا بدها سألني قلت له أنت ما بكت عملي لا أنا عملت له بقى ما رأيت لو بتخاف علي كتير لا مرأي كيف خلت تسافر هلأ سافر مع المدرسة رحت يا سيدي رحت عالمانيا عبرلين لأنه هني بالجمهور بياخدوهم كل سنة محل بس أنا يعني ما نام كل الليل لعبكرة لتحكيني البنت لتنام وتقوم تحكيني نام لست ونص سبعة بكرة تتحكيني إلا يا بابي حكيني كيف بس تحكيني اتطمن علي أنت أشغل بالأمن كمين أنا قوي بالأمن هلأ فجأت طلعت على على مساج من تليفونك هلت أشوف شو طابريني يا بابي يلا ساعتين بتكوني هون لك ساعة ونص مظبوط طلع السلام مظبوط هاي دي وصوصة التركية يمكن هي جاية من بلين هاي ده بعتلي يا مريها هلأت تنت بعتلي هم لحقة شو لك شو لك يعني البنت دائما أني حصت باية البنت بتكتعت بالبنت هي حصت باية وأمة البنت حصت باية وأمة بس البنت حصت باية كيف لأنه الباية بيعطف عليها من حيث لا يدري بس هي بس تكبر بصير فئة أمة بس بتصير تقيت لها الأمة بس مع هيدا وكلو ما بيهين عليها بأمة رفت كيف يعني بس الصبي حصت أمه ومش حصت بيه يعني الصبي إذا ندفي شوية ذكرت بشير وطالف نولا خي يعني مش كان من المكفر تعقد رفت كيف الهم أكبر من البنت البنت إذا حظ بس رح تقبل بكرة لا ما يشاوز أنا أيامي يشاوز قالتله الله يساعده يعني بده يجي لا مش الله يساعده إذا كان بالناس بس أنا ما بدي يجاوز ها مبسوط فيها بعد صغير يشو سعمل أكيد لي مش عالك عن السابق إذا الله أعطانا عمر نشوف كمان رح تعمل محامات مثلك ومثل يفتحوا مكتب يشتغلوا يعني إذا الله يوفقهم إن شاء الله بين هون وبره لأنه هون مش كتير زبط الأمور ما عد فيه يعني دائما وقفك أثرت بمطرح على حياتهم الشخصية يعني بس يعرف حدا من أصحاب جو أنه أنت باي يمكن في ناس ما بحبوك في ناس بحبوك في ناس ما بحبوك ومع مريا زد شي أثرت هذي الشغلة على حياتهم الشخصية لا الحقيقة يعني يعزمون وبيجوا لعندهم وكذا بس بيسألون إنه مثلا ليش بايك ترك مش هلعون مع أنه ولو كان كذا وكان كذا أهلون بعض المرة في بعض الأهل بقلونه يا عمي تأخر تترك مثل شو أهد يعمل هوني كيف كيف في أهلي هايك في أهلي بس ما بيحملوا مشاكلي مع أنا عبء تقيل يعني يعني أنا بقلون إن شاء الله دل وقف عجرية أنا إذا صار معكم شي وكنت أقول للشباب المعي أيام من المتن قالوا إن شاء الله أنا ما يصل لشي مش أنتوا إذا ما حملكم صلوا شي بيدروها في حد بس إذا أنا صلت شي شو بتعمله وفعلها الحمد لله يعني كأننا نحن وفينا عجرينا تدخلوا بدير لأن الكورات اللي بياخدوها يعني كلها مارئة علينا بس اليوم الاستاج ومهنة المحامات غير اللي بتدرسهم بالجامعة عادي معروف يعني الكورات اللي بتاخدهم بالجامعة غير اللي بتمارسهم بمكان ما بكرا يستفيدوا من علاقتك قسم من مهنة المحامات هي علاقت شخصية صحيح صحيح رح تجيرها لألون أكيد كل شي لألون يعني أنا بعد بعد إذا الله عطانا عمر بعمل بودكاست معك وبقلك كيف شغلي كان بالمحامات وكيف قفت قدام القاضي أنا يعني رئيس جهاز أمن قوات يعني أكبر واحد جيبه أعمل كين وماني بيوقف قدام وقل له حضرت الرئيس وكذا كيف كانت عايزي علي الأمور بعدين بخبرك هلأ ما رح أقول ليه بخير بتلاقي فيها صعوبة بتلاقي فيها صعوبة كتير هلأ أنت كنت حاطت الفرد على خطرات وتعمل بدك وعندك سلطة وعندك مرافقين ونسي يقمروا منك بعدين رجعت أنا جميعا ما كانوا لا نحن كسرنا مواطنة هذه نحن خسرنا الحرب مش هلعون خسرنا الحرب هل تحمل مسؤولية مش هل وإيش ما كنت حمل مسؤولية بكل الفترة الماضية هلأ كنا ساكتين قالنا بركة ربما بيتحسن الوضع أنا أنا أقول صراحة أنا مثلا هو كشخص بس شوف وقف وتعبان أنا بجعني قلبي علي أنا بحب أنا بحب مسكر راسي منه ومن تصرف جبران اللي ما عم يقدروا يخلقوا يعني كيف يقلك قيمة لقلهم وهالطيار عم ينهار يعني هني ما بدون ناس كانوا أصحاب مع مشال عون بدون ناس ظلم عن جبران بسيل هايدي مشكلة الطيار أنا ما كان الشيخ بشير الله يرحم رئيس بشير جميل كان وفي واحد قوي ابن بادي يجيب وحط ويسلم هايدي تختلف عنهم هني لا تماما لش اللي حوالها جبران بسيل ومشال عون لا 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 أكيد ما في ناس بتفكر لا لا اللي بيفكر عا اللي بيفكر قاعد على الحفة لا بدون ما تقول لي مين من الأصحابي وأصحابك بس إني قاعدين على الحفة بعضهم بس مش حمي يسرجوا يتركوا هلا يتركوا بعدين مطولين بالهم وأنا وأنا شوف يعني فيني كفوا مع جبران 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 عنده مشكل جبران عنده مشكل لأنه متسلط بس متسلط وكذلك الأمر يعني ما بيفكر أنا جبران بعد بممكن يتفق مع سامير جعجع وكذا ممكن يتفق مع سامي جميل ايه مع سامير جعجع ما بيتفقوا القوات القوات قوة عارفة حالها أدي شي سامي جميل عنده حزب يعني 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 يوازي يوازي تاريخه يوازي قوة القوات لكن سامي جميل عم يضيع هذا الموضوع وقت اللي بيعمل انترمديار وسيط بروح يتودد لجبران بسيل طي صالح مع سامير جعجع هون عم ضيع ايه بد جميل وبد الكتائب سامي جميل عم يتودد لجبران بسيل عم يضل قوي هو عم يجتمع مع بعضون مشان فكرين مستقبلا سامي جميل هو يفكر انه مستقبلا انه هو يكون الوسيط بالمنطقة وهي الشغلة بينه وبين القوات وهي الشغلة بتضره كتير لانه انا لاش كانت علاقتي قوية بالشيخ بشير وباليح بيقه لانا كنت رئيس جاز امن المتن والمتن في الشيخ امين والشيخ بشير وكانوا على قلاف كان في كتير امور كان الاشقاء اللي يروح دي غري نزال لعنده خبره هادي خبرية يعني انا كانت لانه كان فيها حساسية بين الرئيس امين جميل وبين الرئيس الشيخ بشير جميل اخوة بس حساسية انا كنت بقلب هالحساسية وراح اطلق وراح كذا واطلق بعضنا يعني بهالموضوع وعد مش الحال هلأ في علاقة مع الشيخ امين ايو بيحترمه كتير شكيف لكان طيعت فيه بانتخابات النائبة وقالي ناترك وبعدني ما رحت بدي يطلع صوبه اكيد انا بيحترمه وبقدره للرئيس جميل انا بيعز الحرب زرته يعني بعتلي ناس على البات وكان صارت 27 ايلول وقالي انت بهين عليك كذا وطلعت لعنده بعتلي الله يرحمه يوم انت اطفق دا غير طلعت لعنده على الاسرع بكفية على الصراية وقعت انوية ساعتين وبعدين بقت ساعتين وبعدين هي كانت يعني معاد مش الحال يعني ريت مذكرات او كتاب كريم بكرادوني عن عهد الرئيس عون اه 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 ليه عم تبتسم اخي انا بضحكتي صاحبي انا محبه لقد اتذكره وصاحبي اناوية كتير تعرف بالشام وكتب يوموا 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 الاتفاق السلسي اما كريم بكرادوني اخدهم كلهم اخدوا لعبد الحليم واجهوا واجهوا لهون وصار اللي صار بعد مدى بخبر عبد الحليم قدام قالوا انك عمي كريم بكرادوني وقد كانوا عم ينضوا اتفاق السلسي اجه قال لي هذا اتفاق ما لازم ينمضى ما مضيناه ما لازم ينمضى لانه سامير جاهز عمش ماشي فيه هو بكركة انه تتعرف بانه كنون انا تلي قريت ايه فقر بقراله اكير بحبه بس مضمون لكيبش عم نحكي عن الساس كريمي اللي كلنا بنحبه بس مضمون الكتاب انت كنت قريب من عهد الرئيس عملا قسم كبير منه في قسم كتير في معوحة فيه ما هو مغير فيه بالكتاب مغير شوية بالكتاب هو بس انه عادي ينكر هو غير او غيرولو ما بعرف هلا هو ما عرف طيب هلا هو بالظروف وكمان خلته غير شوية بالكتاب انا ما بدي دايقه ما بدي ازعجه للساس كريم بس انا بحبه بقدره يعني في كتير شخصيات ظلمت حتى سمير جعجع بانتخابات ضد كريم بكرادوني ظلموه وضد جورج سعادي ظلموه لانه يومتا كريم لعب اللعبة مع الله يرحمه مع النايب جورج سعادي هو لعب اللعبة هو والسوريين يومتا انت ما يوصل سمير جعجع على رئيس اي لو وصل سمير جعجع على رئيس حزب الكتائب حزب عريق كان السلام الكتائب والسلام القوات لانه الشيخ بير جميل الرئيس الاعلى الله يرحمه من بعد ما سشت شيخ بشير وصار الرئيس جميل بالأصل رئيس جمهورية لبنان كانوا يجتمعوا كل فترة بنهارا احد يجتمع الشيخ بير مثلا مع طوني بريدي ططو مع فادي فرام مع فواد ابو نادر مع هؤل المجموعة الشيخ بشير عين فادي فرام قبل ما بس انتخب رئيس جمهورية فادي فرام له سلطة وقلو وهرة وقلو ايمي لانه شيخ بشير معينوا على الكل وتقامل رئيس جميل بي مع الشيخ بير جميل طلبوا اجتمعوا وشيلوا فادي فرام وحطوا فواد ابو نادر فواد اخته لينا بتكون مرته لفادي شيل شيل سهر وللتقوا من فترة بأميركا فادي وفواد جاية جاية فادي بدو يجي على البنان اي بدو يجي يعمل زيارة بلا جاية قريبة ما عندك تواصل معه لا بواسط واحد بطلبوا منه بطلبوا الشغلة من كذا واحد وحط انشال فادي فرام بيسألوا طوني بريدي قالوا اذا انا رأي بلشت المشاكل بالقوة ما لازم تشيله فادي طوطو كان عنده خبرة والموضوع بس انشال فادي ركب فواد بعد 6-7 شهر بلشت المشاكل وبلشت انتفاضات لو بقي فادي كان كل شيء بقي مثل ما هو ويمكن ربما كان سمير جعجل عمل قائد رئيس كتائب او بقي مثل ما هو بس انه وعد شاف الحكيم انه الامور فالتي هلقدي بحزب كتائب قال لك انا بعمل رئيس كتائب بضمن حالي بعد الطائف احسن لقلي لانه القوات مش باقية الحكيم كان عنده معطيات وعلقته جيدة برئيس ليسلي هراوي كان يحطه بكل الاجوان خلينا نرجع شوي على الشخصة انت بسويق كثير ينتبه وحذر انه صحيح ما تضرب السيارة كذا ما دام هلا شاي للفرق شاي للفرق كم حادي ستعمل بالتنكي كم لكش للسيارة النهار بالتنكي عجل عجل نعرف كل شغل البيت عليها عكيد في ناس بساعدوها بالبيت بس انه كل شغل البيت عليها وكل شي الدور الأكل شرب التياب الولاد كل شي كل شي عليها و بتفشغل بلكش لا بتسرع بتروح هي بتسرع أنا ما بسرع أنا بعرف كيف يعني وين بسرع بس مظبوط بطلت شركة الأسيرانس تعترف لها بالأسيرانس راح استعملي الدفتر السواء مرة ما في ثلاثة أربع شوهت لك صورتك اللي ما بيحمل حوادث ما كنت أنا ما كنت كنت مسافر أخده ونزله وعمله لشو اسمه بس هاي مشي أربع خمس سنين أنا بعدين عرفت خوطت عم كي بتعملوها تزوير لا مش تزوير بيتحملونا بس الحمد الله بهالسنة يمكن عم نتضربطش هاي مرتين ثلاثة بقى ما شوف اللي عم دقوا بقى لا هي عجقها وصمان عليها يعني بالبيت كله يعني كل شي كل مسؤولية يعني عن جد كتير مسؤولية البيت كل عليها بس أنت حدا ما بعبر يعني مع حتى مع الولاد يعني مش كتير بتعبر يعني بتمارس محبتك أكتر ما بتعبر عنها اي صحيح وحدا منه يعني يعني عنك حنون بس مش إنه دمعتك سخية لا لا وما بتعبر بالكلمات فينا نكسر هلأ القاعدة لا ما بتعبر لشي لبعدم هلأ شو المناسبة ما بتعرف قداش بعزك فيهم عز كتير السلقة صعب عليك يطلعوا منك الكلمات أعلمة الحب والغرام وكذا شو المنتسبة لا ما بيشبهوك لا ما بيقدر يعني عن جد أنا يعني بس نعيد العشاء ما بتجيب لها دية ولا بتعرف بلا بلا بتجيب لها دية أكيد هي بتحب المناسبات كتير وعندها شي عشرين ثلاثين مناسبة بالسينة هي ما عليكش منها بس أنا أنه شو يعني شو بدك سافر على سوريا أو على قطر أو على روسية أو على أماركا أو على فرنسا على إمارات أنه قالوش تقتلك بحبك يا مرتي أنه أنا هم عندي ش منهم ما بيطلعوا ش مني كيف يعني أنا ما قمت بجيوصل هلأ ما قالت لها نسوين نجمالها بحبون نعم نسوين بحبون هول إشي بكرة بجيب تسجيل ببعطيها بقال له هيدا وصل رئيس داني وصلنا نسام بعدك عمكوا على قطر لا قطر قطر ما عم يدعوك الجزيرة لا ليه ما بعرف ما بعرف كنت كنت يدعوك أنه عم تدافع عن سوريا وحزبها لا بطلت عم كثير عم تدافع لا لا لأنه مش طائقين حدا يمكن بيحمل بيتعطى مع سوريا القطرية كان بقطر وكان بلبنان وكان بكل دول العالم لا يزال يعني أشهر حلقات اللي انتشارت لفايصل قاسم كنت أنت ضايفة هو ويا ما عامل مشاكل ومخبط بالستوديو لا ذا واحد دهاني ضربته أنا ما بتحمل وحزي أنا ما بضرب بالماء وكذا فعطه قاتلي كسرته هو وفايصل جرح راسه مجاله تحيي لفايصل صديقي أستاذ فيصل قاسم هو عائلته أصحابني بس بالسياسة بس بالسياسة مختلفين تماما تطلع على سوريا والثقامة سوريا والثقامة فيصل قاسم بتقول على الهوى أنك صديقي يعرفوني أنا صاحبي زلمي صاحبي أنا وياه بحترمه كل شي بس أنا بقل له كلام اللي قلته بحق النسوان مش ما بليق فيك أنا بقل له بس أنا بتلفنه من هون بقل له هاي مش لقلك في حول أنت أكبر من هاك ما أنه هذا بالنتيجة إنسان ومثقف وفاهمان بس بينفعي كتير هو لأنه بقل لك أنا كل قلبي بتعبي وكله بسوريا راح كله وكذا هلا أنا ما خصني بالخلافات بيناتهم ولا سعيد أنه أنه يتفق مع النظام لأنه هو عايش بجو جو يعني جو القطري هو فيه على عداوة مع مع الرئيس الأسد ومع سوريا وبعدين قطر التزمت تدمير الدول العربية للأسف الشديد للأسف أنا هالتزمت أنا هادي الفجاة بتقول له ما بقت رح تدعس قطر ما بدعس ما في مشكل يعني أنا ما عندي مشكل رحت ع قطر كتير وما عندي أعداء بقطر وإذا هني بدوا يعيدوني ما عندي مشكل بس أنا وقت يعني أنا وقت عملت القمة العربية بالشام مثلا أنا حكيت أنا تلفنتله لعبد الباري عطوان السيد عبد الباري عطوان أنا تلفنتله لعزمي بشارة أنا تلفنتله لجاك خزمه من فلسطين عنده مجلة ومسيحي من إخوان مروا من بارغوتي أنا كنا بفرد أوتيل أوتيل أومية أنا اهتمت فيهم مش هنحضروا قمة العربية السيد غسان شاربيل كمان أنا كتأنويا على تواصل دائم وهلأ صديقنا ونوجله تحقيق كيف يتصل فيه بتكليف من سوريا من أبوائل من لواء محمد نصيف دعاني وقاللي بدنا ننظم القمة العربية بدنا نقول له أنا بحكيهم أصحابي يعني حكيتهم وفي كتير أسماء مثلا في كتير أسماء بعد نسيتهم يعني هلأ ولتقيت فيهم كلهم بس أنا وقت تجي قطر بتقول أنا أو بيجي أوغلو عند رئيس أسد بيقول له بدك تفوت إخوان مسلمين معك بالحكومة يا خياء هذا رئيس الأسد هذا عبا نحافظ الأسد خياء هذا بشارك بالأرض تفوت تحت الأرض بعدين تتركها بس ما بشاركك بالسلطة بتطيروا من السلطة يعني أنت هنو مش عارفين كيف يفكروا بيت الأسد أو كيف يفكروا السوريين سوريا البلد الوحيد ما بتزبط فيها لنقلاب هي وروسية لنقلاب ما بيزبط لأنه بعدين بعدين شغل الثاني رئيس حكومة قطر السابي أنا بحب أحضره خاصة بالبودكاست وهو بتعمل وحضرتك وال حمد بن جاسم حمد بن جاسم رجل فهيم وصريح وزكي جدا يعني هو قال نحنا ما عنا مشكل مع بشار الأسد نحنا صديقنا كان الرجل عم بيوجه كلامه بيفتكر لأمير بندر بن سلطان يلي كان رئيس المخابرات لأنه طلب طلب ألفين مليار دولار لسأت رئيس بشار الأسد هني دفعين مئة وثلاثين مليار دولار طي سأتوا بشار الأسد وما أدروا نحنا بقينا نحنا وياه نتهاوش على الصيدة وفلتت الصيدة ما هني كانوا بلشوا بمصر وهلأ هني عم يدعموا بالأردن طي خربوا بالأردن كمان صار أهم من ملك عبد الله يلي فتح لهم لأردن والجيش الأردني والشعب الأردني كله بخدمة الإخوة الفلسطينية لك شو عملوا فينا بلبنان صار الطريق فلسطين والقدس تمر في جوني والأشرفية وبكفية وصغرتها وبشري وما أدروا نحنا قسرناهم ما أدروا عنه شي معنا في رواية بكتاب الرحالة لصديقنا سامي كلاب ذاكرك ذاكر كمان ماريا بنتك شو هي الخبر كنا بموسكو راحين من موسكو على سان بوتوسبورغ راحين بالتران بقى وصلنا عن موسكو بلو نطلع بالتران تجفية نعم بالتجفية اي بالتجفية هو تران بس في فصحة هيك تطلع شي شي سانتي بدت تنقل ماريا بقى أنا كانت مديتا أم عم بدفشوا كتير ناس ورانا بتقلوا بماريا بهال الفصحة بتجي بعين التران والتران بده يقلع هلا أنا فقط عقلي هون يمكن قبر كون السامي عارف شو عملت جو جنات يعني تطلعت البنت وكذا ولهلا ضلت ساعتين ثلاثة يعني مش بوعية وال الوتاس اللي عم تستقبل ماريا كانت قلبت أجلة كربينتا تحت وبقيت يعني وطلعنا البنت يعني عجيبة كانت بس أنا يعني فقط عصابي تقدر تطلعت ومع البنت وكل وطلعني ومش تران بعشي تاني كانت كارثي يعني لا الحمد الله يعني بتخيف هل أدى عليهم لجو ماريا أكيد أولادي يعني عندك أفراط بالخوف لا لا أخير تقولوا لك عزايد بيف قال لي وين ما معيش خبر ما عزايدش فيه قال لي لا يعيط لي قال لي فيش مية تحت هيدك عن جديد قبل الانتخابات عم قل لك أنا بقدم يعني ما بخيف علي الحمد الله جو ماريا جو أطحيل وشاب بيفهم وعائل وريق وماريا كمان والله يخلي لك وليد وموجه لألك تحية وللصد كمان مرسي مرسي كنا عم نحكي عن المشاكل والمشاكل للماء وكذا حضرت أكيد المشاكل بين وزير السابق وقام وهاب وسيمو أبو فاضل خي كنت طرف بهال ضمنت مع خي أول شي ضمنت معه لأنه وقام صديقي وقام ما جربت تفوت بالصلحة ما قبل سيمو ما قبل لا قال لي ما قال لي ما قال لي هلأ ما بدي فيه ناس عم يحكوني طوله أوكي ما باقل إذا تصالح مورة ظهري بيعملها يعني لا هو بقول ما تصالح أبا معرف بيعملها بتصالح بيعملها شلاش ما بيعملها سيمون هذا حقا حل أنا يعني ما عندي تعرف بس لا أعلنت تصاري يقول أين موقف كذا أنا بدي أطري الوضع ما بدي يصير فيه مشاكل والناس قول خد موقف موقف قي أنا عم بحكي عنوية كلتك يكل دقي يعني بقى شي عملي أنه موقف على تويتر تصدق أو يعني لا أنا ما لدي أنتوصل لهون بس هي هي الجلسة بحد ذاتها كان في حدية أنا مش شاهد هايك حدية من بداياتها يبدو أنه اثنين معبئين من بعض أنا مش عارف لاش لحد هلأ مان يعرف لاش إذا حدا بفيدني اللهم فيدونا منشكركم لحد هلأ سيد داني مان يعرف كيف العلاقة هلأ مع سيمون منحة مع بولي إن أطعت بفترة كان في مشاكل كان السياسي كمان عادت هلأ عادي رجع صلاحكم مع بعض لا بدك شوف سيمون صلاح ما جبران باسيل شو يعني ماذا لأ لي جبران باسيل صلاحنا لا مصيبة متき أنا من artillery من حيث سيمون سيمون لا كيف عام سيمون من قسم لجبران أنا قسم جبران إيه أنا قسم جبران إلى مرحلة معين سيمون على علاقة جيدة مع الكل صار علاقته بالقوات مش منيحة يعني انت تخري القدر صارت انت عرب للقوات منه وصار هو عرب لجبران باسيل لا مش مزبوط أبدا أنا إذا كنت مختلف مع جبران باسيل على مواقفه وعلى مواقف الرئيس عوني الأخيرة يلي بيطلع عند الرئيس بشار الأسد من 2009 مش زايره بيطلع من 2022 بيطلع طيقل ونحن ما بدنا سلامية فرنجية بدنا جياد أزعور بيقول له رئيس الأسد يا عمي كيف نقلته هالنقلي بكسر جملاته جعجع وكين وماني 2023 صار قال له 2023 قال له كيف بتنقل له هالنقلي قال له لا لا نحنا بدنا جياد أزعور نحنا بالنتيجة بدنا زياد باروت يعني أنا هوني صغرتهم كلهم صغرتهم انه ولو انت انت مش هلعون نحنا مليلك المستحيل طلعنا لك ديديس ودني وبراد ومندافع عن الأشرفية وعن أنت الياس وعن عين رماني وعن البداكيام مدافع عن المسيحية من حلب لماذا تندافع عنه من هون بتعمل زعيم مشرق بتعمل زعيم مسيحي كذا وأنا جبت له سيد غسان الشامي ويعني مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة عملا الكتاب ونعمل كل شيء يعني وهي الفكرة طنعنا فيها ومشينا فيها والله يرحموا اللواء وفق جزين يمضيلي على عشر بوستات يمرقوا بدون أسماء يعني وكمان أنا أطلع عند اللواء علي مملوك كمان علي عمياني أنه شو بدون مسهل هذا اللي فاجأني يعني أنه هالرقص نكران جميل مش نكران جميل تجاهي أنا هالرقص يعني أنه أنا بطلعت أنه أنا بخرب البلد كرمال صهري أنه عم تخربوا مثلا أنه علاقتك بالرئيس عون انتهت بخيبة كنت قبل كمان عندك علاقة بالرئيس لحود كيف انتهت أوه ممتدر رئيس لا ما فيه بعدك محافظ على كيف لا كان بتلفن بكي سبعني رئيس لحود رئيس أمير لحود بواجهة الوطحية يعني رجل محترم لا يفضل عنه فخامت الرئيس لحود فعلا رجل بلا زغرة فيك ابن باية مثل أفضال كون بتلفن بيسبقني يعني قبل بجمعة هل ظلم الرئيس لحود من حزب الله لا ما ظلم ما ظلم من حزب الله يعني هني عم يعنوا مصلحتهم هني وقت كاين بالسلطة كانوا معه لآخر تك بعدين رئيس لحود خلص مدته ومين السرجل يعني جسوا وقالوا هلا لا ما ظلم اللي قدموا الرئيس لحود لحزب الله هو رئيس جمهوري وقبله كائد جيش شو قدم له بالمؤابل لحزب الله بعد ما انتهت وليته وحده آخر ثلاث سنين كانوا كتير صعبين بعد الرئيس لا لا أنا بحكي آخر ثلاث سنين كانوا كتير صعبين عن رئيس لحود كان عم بقاتل كل العالم البلد ورئيس لحود رئيس جمهوري هات لقلك شغلة شغلة صارت بني وبان رئيس لحود وبان رئيس نصري لحود قيو وقت تمشي سيد بهي الله يواجه لك خير بهي الحريري بيعونه مظاهرة يعني وبتحمل حجر تقول بهذا الحجر بنا نعمر هون لحد بالروشي حد المجمع العسكري كان عامل مشروع الرئيس رفيق الحريري في تمثال هونيك لللواء جميل لحود بيو ونحن عادين بعد فترة نحن بمحل مكان بيقولوا بيحكوا عن بات الحريري على وقت ساشهد رفيق رئيس الحريري أنا جيت عم نصري على البيت رئيس نصري على البيت كان عم يبكي رئيس نصري كان ليلة براس السنة رئيس رئيس شفيق الحريري ويجوا ستبهية وجوزة وولادة وكلهم وشيخ أحمد وشيخ نادر وكلهم يصعروا معه وكوتيون وكذا كان يصعروا ليلة رأسين يعونيك لقيت الميلاد كان يصعر بالأسر جمهوري عند خيو بعد المالتين حكيوا وقالوا كلام قلت طرفوا إذا شان بيت الحريري أوادهم وهني كانوا أساسا عايشين بالمنطقة الغربية بيت الحود بيعوا بيتهم على الأنطار بزيق البلاط على الأنطار بفتكر بيعوا يعني متصل معهم قرشان كان يفرجين حساباته الله يرحم رئيس نصري اللي شفلي بالبانك عم يزعبر علي ما عنده شيء بخبة بقى قالوا لك هذا شين قوادم هذا التمثال طبعا مرحوم بي موجود ما حدا حكي كلمة عنه ما حدا كاتب كلمة علي ما حدا ما حدا عمل عمل فيه حركة وفعلا بعد سشيد رئيس الحريرة وبيّن وبيّن شني يعني لا الرئيس الحود بيقدر وبيقول أنا في كم واحد كانوا حد بيت الحريرة هني كانوا الأساس شو اسمه لا هذي قصة واضحة ممكن يوما ما تكتب مذاكراتك تخبر كل شيء صار معك بالحرب وما بعد الحرب عكيد في أمور ما فيه يخبر بس ما بدي بعد بكير أنا أجو بسائقي من قطر أجو عرضوا علي وما لا خلي يسمعني أجو عرضوا علي وبيدفعوا لي يعني أنا ما قبلت بتشكل خطر عليك إذا الكف بتاع شو صار علي بعد بكير إذا الله عطانا عمر بعد بكير أجو لعندي واجتمعت فيهم بقتال بالحزمية وعملت معهم حلقة عن الله يرحم الحرب في لبنان وعن ويسام الحسن وكيف قالوا لله السورية أنه ما تمت إيدك على الداخل السوري شو بدك فينا وبعد استشهد وستشهد فيها الإعلامية دي مصادق بحلقتها حكي صادق استشهد بحكياتي وحكيت عن الاغتيال للواء ويسام الحسن وعندي تاريخ الحمدلله يعني يعني شو بقوله عامل السبعة ودمتها بس مش حامل دم بريق ماني حامل دم بريق ولا إيزة ما بقوله أي شخص محمد ضميري والأكتر من هدى كله أنه أنا بتمنى الخير لكل الناس ومما فيهم جبران باسية يحط عقله براسه ويشوف كيف على أي نبي بده يصل بهالبلد وفعلا يمشي تحت عبائد بكركي إذا كان بدي يمشي مش يطلع يقول له ممكن يوما ما تصالح جبران باسية إذا غير ما عندي مشكلة بتصالحه شوقة اللي بهاي جبران أو أنا يقول له بهاي ما عندي مشكلة أنا ما عندي مشكلة بس هي القصة أنا لجزع له منه أنه صار مثلا خيب خد مثلا تلفزيون لبنان أنه أنا ما فيه لا أكون رئيس ميسي إدارة ولا أكون شي هذا وعد فيه سيد داليا ديغر أظن وباتكون كاتوليكية ونقول له يا عمي خليل الكاتوليك هذا الله وكي لك ما كانوا يقبلوا يعملوا مجلس إدارة وكل وزير إعلامي حتى اسمها ويعونوا مجلس إدارة ومشهر تلفزيون لبنان كله لي مشهر تلفزيون أو تيفي طب ما بيصير هايك طب يا عمي أنت رجل دولي يعني أنا لو أنا محلوب سكر كل شي خاص لقلي كنا لون نسيب بحود سكر كل شي يعني طلع معه حق وكان يلومونا كيف مرقلوا اسمه بيت المر كان يزعلوا يا خي ما فينا وقالا نسيب الله يرحمه سيدنا سيب قالا أنا طلعت بسنديق المورني ما فينا يعني فيه أمور ما بتخلي يعني فيه بواحة بد يكون رجل دولي ما فينا كل المصريات تكتل التغيير والإصلاح ولبنان يروحوا كلنا على البترون وغير ضيع ما فيه طرات ما فيه شي والله عيب يعني إذا حكينا بقوله عميحكي لا ينتقد ما بدي ينتقده بقى بس أنه أنا ما عندي عدو ولا بدي يكون عندي عداء الحمد لله إن شاء الله كل فترة العداوية الماضية اللي نحن هلأ كما نقول عم نحيي ذكرت 13 إنسان كل ها عدوية الماضية نطوية وتصير أنا اجتمعت مع الفلسطينية اجتمعت مع مسؤولين أمنيين أنا بالقمة العربية اتحد رجوب ومحمد دحلان سوا وشربنا قهوة وحكينا بالرياض رحت مع رئيس الحود رايح كذا رح لي أنا مع الرؤسة يعني 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 أنا بروح مع الرؤسة ما بابض مصاري يعني بتلفنولي وقت رحت مع الرئيس هاون عن نيويورك بتلفنولي من أصر جمهوري يقلوا اللي في متشاكلة لها كده كل واحد بروح مع طولة ما بدي مصاري من الشيال هاون شو بيكون شي موجودي ومالية الأصر بيعرفوا يعني أنا ما عم بحكي شي غلط يعني بيعرف الرئيس هاون أن نحنا مشينا معه ما مشينا معه يعني أنه هو بيوصل نوصل كلنا وما بده خلاص صرنا عبق على جبران هو بيصار لقران مش بإيده وبدو يوصل جبران راح البلد يعني بعد في كتير المؤثرات رح تستفيد منك هيك بحلائة مقبلة وكجرب شرفني أنا جرب قسم من مذكراتك المؤثرين شيرون نسحبون منك بحلائة شرفني أنا كتير بيحترمعك وبأدرك والأم تي في إلى كتير موقع والأستاذ ميشيل جابريال المر وحتى بيو وعائلته كلهم الأستاذ جابي النائب السابي أنا بعتبره نائب سابي لأنه ظلم أستاذ جابي المر وإن شاء الله اللي يعطيهم الصحة والعافية والله يديمكم أهلا وسهلا فيك شكرا 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 اشتركوا في القناة